مهرجان الدراما الأول قوة دفع جديدة لصناعة الدراما المصرية وتكريم مبدعيها أنا ببقى سعيدة جدا لما نتكلم عن مهرجان مش عشان إنه مهرجان لأن احنا حنتكلم عن صناعة مهمة صناعة الدراما المصرية صناعة مهمة زي كل الصناعات فيها طقات فيها إبداع فيها عمالة فيها فن فيها منتج في الآخر منتج بيهمنا منتج بيدخل بيوتنا المصرية وبيسافر للبيوت العربية وبيقدم الأفكار المبتعين مزيد من الكلام أكيد مع الأستاذة اللي أنا بعتبرها فنانة في الكتابة وأيضا في التحليل ورؤيتها مهمة جدا اسم كبير زي الأستاذة النقدة خيرية البشلاوي عضو اللجنة التنفيذية للمهرجان يؤكد على أننا أمام مهرجان بالورقة والألم مساء الخير يا فن مساء الخير يعني بجد أنا سعيدة لهذا المهرجان كلمينا عن الفكرة وفكرة تكريم المبدعين والاهتمام بهذه الصناعة يعني هي مش فكرة جديدة أنت عارفها وأن احنا كان عندنا مهرجان قوي جدا وكبير وهو مهرجان الإزاء والتلفزيون صحيح والكلام ده انتهى في 2011 مع أنه كان بادي 1995 زي ما حضرتك عارفها زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي صناعة قوية وهي ليست بس قوية طبعا هي مؤثرة جدا نافذة المحتوى مهم حضرتك والتي في حاجات كتير مهمة بس احنا دلوقتي مهتمين قوي كمان بالمحتوى إن احنا محتاجين القوى النعمة تشتغل وتخدم على القوى الخشنة صح إن القوى الخشنة بتشتغل حلوة قوي صح تقفز بمكوناتها وقوتها وخصائصها الثقافية وتنقل حياة البيوت الحقيقة ما هي ده آه هو ده إنها بيدخل الأسرة بيأثر في كل أفراد الأسرة احنا عندنا نسبة أمية مازال عندنا نسبة غياب ثقافي شامل عندنا معركة وعي لازم نشتغل عليها كويس قوي لأن في معركة لتزييف الوعد بتشتغل علينا احنا طبعا فاحنا علينا إن احنا نشتغل بالدراما الدراما قوة ضريبة زي ما الناس مفروض تعرفه آه فبتأثر مسألة إن احنا نحتفي بمهرجان لها وبإنتاجها باعتبارها صناعة قوية صحيح وصناعة قومية وصناعة تقدر تجمع العرب يعنيها مؤثرة جدا صحيح تجمع الناس على شاشة يعني شاشة واحدة ممكن تجمع الناس في عمل تجمع كل ما هو متحدث بالعربية سواء داخل مصر سواء الإقليم سواء براء مصر حقيق المهاجرين المصريين كتير قوي براء صحيح ومهاجرين العرب كتير قوي براء صحيح الدراما بتوصل لكل ركن في العالم وبالتالي دراما المصري وبالتالي فعلينا إن احنا نؤثر